في حاجة منتشرة كده على السوشال ميديا هتلاقوها كتير قوي مكتوبة يعني واحد بيجي يقول له واحدة ايه يقول له انا معجب بيكي وبطريقة لبسك وتفكيرك وعشان كده عايز ارتبط بيكي فهي تيجي تقول له ايه اشمعنا انا يقول لها ايه يقول لها شايفك فرفوشة وبتحبي الحياة فانا جاي لك عشان انكد عليكي وقراهك فيها وبقول لك ايه طريقة تفكيرك دي لازم نغيرها ولبسك ده ما بيعجبنيش هي دي حكايتك انت وجوزك يا ردو عشان لوحد لسه بيتفرج علينا ولسه على البر ها وعايز يعرف يعني ايه كلمة toxic toxic يعني سامة خلاص كان بتقال زمان على الرجالة اللي ليها تصرفات مؤزية مؤزية فضة الكلمة دي عمالة تنتشر لحد ما بقت ايه مرتبطة بالتصرفات السامة في العموم يعني بيقزي الطرف الاخر يغلس يتاريق يكرهك في العيشة مش عاجبه حاجة فيك يتاريق عليك يقدام اهله يتاريق عليك يقدام اهلك يقلل منك يحسسك انك ولا حاجة ده مؤزي وسامة واحيانا بتبقى علاقة اب بولاده شايف ابن خالتك وصل ايه شايف ابنت خالتك عملت ايه او اخته واختها انا احلى منك انا اللي اتجوزت الاول وانت لأ او حتى مديرك في الشغل يقعد يفرق ما بينك وبين زمالك تبقى رايح كره الدنيا نوعية العلاقات دي بقى اسمها توكسك او مسمومة سامة بتسمي البدن لان الواحد فينا بيعمل كل حاجة يقدر عليها يقدر عمل عشان يخلي العلاقة دي تنجح عشان يرضيه وبرضو مفيش فايدة لحد ما ييجي على نفسه عشان ما عندوش حالة تاني فبيعيش في ازا نفسي يا حرام ازا نفسي كبير بسبب ايه الطرف المؤذي اللي بيكون مستمتع هو شايفه تعبان نفسي بسبب و تعبان نفسيا مدير يبقى بيدحك وانت رايح الشغل وعارف انك طلعان عينك هو بيدحك تلاقي جوزك مش عارف ايه تلاقي مراتك بتتفنن ازاي تخليك تقفيه ستة تانية عببصيلك غيري ليه مع الوقت بقى طلعت علامات كتيرة جدا عن الشخصية السامة او التوكسك دي الخبراء النفسيين جمعوها وعشان نعرف وهو داخل علينا كده حياتنا يعني ايه خصوصا لو كان في لسه مشروع ارتباط او انت مقبل على شغل او 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 هتلاقي ايه مثلا في العلاقة دي بتلاقي اللي قدمك بيحاول يقلل منك ومن اهتمامك باي حاجة يعني انت تتعلم الرأس تبت رأسي كده فاهم بعد كي تلاقيه غير مهتم بساعدتك او اهتماماتك انا بحب اتفرج انا ماتش كورة ماتش كورة ايه 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 كلام ده كورة اهم حاجة في حياتك ايه بلاي ستيشن لو قلتيله الاهتمام ما بيتطلبش هيلك طب كايس خليه عندك كرامة ما تطلبيهوش تاني تخيله ما بيخافش على زعلك وما بيقدرش الكمان ان هو يتحكم في غضبه تلاقي صوته بيعلى وقت تجنانه وبيقول كلام اصلا ما تقدريش تستحمليه بيقول في حقيقة نظرته ليك لانه الهزار مبني على اساس من الصحة او في وقت عصبية اي حد تقدر تعرف الحقيقة واستاذ انه يقلب التربيزة على اللي قدامه بيعرف يطلع نفسه ضحية ومعزور وما انتوا اللي عملتوا فيها كده شفتي وصلتشيني لايه خلتيني اخونك لو فكرت تسبيه او تنهي علاقتك بيه هيعرف كويس انه يلعب على مشاعرك ويحسسك بالزمن دايما بيحسس البنت انها حاملة عليه بيعرف يخلي اللي قدامه نوم بقاش عنده ثقة في نفسه تماما لو البنت او الست فكرت تسيبه هيلا اكين شايفة منظرك عامل ازاي؟ ما حدش هيرضى بيكي ده انا كفاية كفاية ان انا رضيت واستحملت يا شيخة اوية تيجي تقوله انت مش شايف انت بتقبض ملاليم مش كفاية انها متحملها معاك العيشة دي ده بقى ملخص الشخصية التوكسك ان احنا بنتكلم معنا عشان لو حد منكم في البداية يقدر يلحق نفسه من اولا طب بالنسبة الردوة بقى بطل القصة حقيقية النهاردة خلاص اتجوزت وخلفت هتعمل ايه؟ بتهيقل يا ردوة ان الشخص التوكسك مايقدرش يعمل كل اللي هو بيعمله ده غير لما يقابل شخصية ضعيفة طيبة ها؟ هيضغط عليها ويطلع عليها كل عقده ومشاكله النفسي طول الوقت هيحاول يدار يضعفه ومشاكله بالصوت العالي هيخوفك لكن هو من جوا ضعيف مش عارف ياخد قرار ولو جت لحظة مواجهة حقيقية هتعرفي انه ضعيف عشان كده ما ينفعش تبقي ضعيفة ما ينفعش تستسلمي لازم تواجهي بس بالاصول زي ما الدكتور قال بالراحة بالطريقة وبنبرة غير النبرة ارفوضي انك تتهاني او يتغلط فيك لأي سبب تبتتكلم معينا كده ازاي لو كنت عملتي كده من اول يوم وواجهتي او جبتي اهلك او اهله ونحن نحط النقط على الحروف زي ما بيقولوا ما كانش كل ده حصل تاخدي موقف تجيبي العالتين تعودوا مع بعض ما وصل ما فيش حاجة اغلى من حياتك انت بتقولي ان عايز انتحر يعني ايه فيش اغلى من ابنك الصغير ده ان انت تربيه مش حدا تاني هو اللي ربيه مش خايف عليه لو فضلت العلاقة بالشكل ده ابنك هيتعقد يطلع عنده مشاكل نفسية جميلة او ممكن يطلع زي بابا طب قولي لجوزك واهله انكم محتاجين لحد متخصص يسمعكم لازم نقعد نتكلم مع استشاري نفسي يعرف هنعمل ايه عشان نغير حياتنا للأحسن ودي حاجة مش عيبة على فكرة واي حد عائل ودماغه كبيرة هيعمل كده عشان يصلح المشاكل اللي هو مش عارف يواجهها لوحده تصممي ان ده يحصل ودكتور احمد قال ان هو مستعد انه يعمل كده وعايز اقول لكم ان فعلا عشان تبدأوا ان انتو تاخدوا قرار ان انتو تتطلقوا او ان انتو يبقى في حاجة لازم تعودوا مع استشاري نفسي واي حد بيعمل كده انت بتعمل كده ليه او يجوز رضوة بالاخص عشان ضمنطها باية مضمونة فتعمل فيها اللي انت عايزه خلاص تعمل فيها اللي ممكن تقبله على نفسها هتستحمل هتعيش معاي مهما تعمل فيها مستحيل تمشي بس عايزه لك اللي حاجة بتيجي لحظة بتكتشف فيها متأخر ان كل اللي انت كنت تنفكره ده غلط وان اللي سكتة وصبرة ومستحملة يوم ما بتفكر تمشي بتنفجر مش هترجع تاني لانها لما بتمشي هتمشي ممكن تموت فيها حرام عليك يوم ما بتمشي كارها وبايع مش عايزك تاني مش حايز شوفه اشك يبقى ما فيش في قلبها اي حب قعد كده فكر مع نفسك قبل فوات القوان وتاني بقولك استشاري نفسي ومش عايب عايز اقولك ان اغلبية الناس اللي بيلجأوا للطلاق وخلاص استحالة العشرة بيعملوا كده الناس المتعلمة لانه بقى فيه كتير ناس مش متعلمة يقولك دكتور نفسي ايه ده دكتور نفسي ده بتاع المجانين لا ده بتاع العقلين ده بتاع اللي بينور عقولنا ده بتاع اللي بيعلمنا هنعمل ايه وهنمشي ازاي لو احنا مش عارفين واللي يجي يقولك انا هسيبك ومش هجري وراكي وعايزة تمشي امشي يقوله احسن خلاص انا كمان بطلت اجري ورا حد اوعي تمسكي في حد بايع او انت كمان عشان احنا احنا بناخدش صف حد اوعى تمسك في حد بايع او حد بيحاول يقلل منك او من مجهودك وانت فاحت نفسك في الشغل وعملت حاول ان انت تضمن لهم حياة حلوة وحياة كريمة ليه يبعتوننا على فيسبوك وتويتر وانستجرام واتساب قولونا قابلتوا كم توكسك في حياتكم انا عايزة اسمع الارقام واستنىكم في قصة جديدة بس يكون حقيقية باي باي